مالك كده خايفة متل اغبطة ليه مالك كده خايفة متل اغبطة ليه يا اخوانا ولولهم رح يعملوا ايه 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 بالأول مرة رح يبقى مزيع والآخر مرة حتقول وديها انا انا اول مرة رح حبقى مزيع ودي اخر مرة رح اقول وحديها انا لست مزيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم وعرف حكويكم كل ما فحدودة في حكاية عملوني مزيع كالأول مرة رح يبقى مزيع والآخر مرة حتقول وديها انا انا اول مرة رح حبقى مزيع وانا اخر مرة رح اقول وحديها انا حسب اني في جو جديد باتلك لك مرة ومرة بعيد بس انا طحبتك وعرف اني فهماكوا وانتم فهم اني داير واسقون سري تو وان يلا نصوت ولقيتني باديه وهديه وهديه وانا هابقى مزيع رح يبقى مزيع طب ينفع كده طيب وهديه وهديه انا نهاب امزيع اصدقائي المشاهدين لما قالتلي الصديقة العزيزة الصحفية اللي مع امال عبد السلام تعال اشتغل مزيع حياء قلقت لاني في اعتقادي ما عنديش مواهب المزيع يعني انا مثلا الرح بتاعتي سليمة طب انفع بقى مزيع ازاي العربي بتاعي ما اقول يعني طب انفع بقى مزيع ازاي بعرف اقول القاف يعني ها يعني انتو اخدين بالكم وبعدين وبعرفش اتنبك يعني لما باجي اتكلم الكلام بيطلع مني زي ما يطلع فمعرفش اقول ايه مي هاني وحاجات وكده ما عرفش اعمل دول يعني وبالتالي فكدت الان ومش شايف ان انا ننفع بقى مزيع وانا جاي ارفض افتكرت نوكتا اسمعتها قال لكم واحد قلد اغراح يمتهي المزيع فصاحبه قابله بعد الامتعاب قال له ما عملت ايه قال له كوسة تسايب استغلال نفوز سقطوني طبعا قال له سقطوك ليه قال له ما لقوني مثقف فما افتكرت الحكاية دي قلت الله طو ايه المشكلة يعني ان شالله ما كدت تلدغ تشتغل مزيع شوية وهو عود معاكو ومع صديقتي العزيزة وصحبتي وضفتي وهي فعلا جميلة الجميلات ورقيقة الرقيقات البني ادمل الجميلة اللي اذا كانت تمثل دور البريئة الصادقة فانتم لا تستطيعون تصور انها كذبت يوما ما واذا مثلت بالعكس يا الله لا يمكن تصور انها صدقت يوما ما هي تحمل جوه قلبها قلب احد هؤلاء النجوم الكبار اللي مسلا لما نقول على عبد الحليم حافظ نقول كان اقصر طريق له ما بين قلبه وما بين قلوبنا هو الصدق وهو الكاريزمة او قدرة الجذب القدرة على الجذب هي فعلا هكذا هي تحمل هذه الكاريزمة لها هذه القدرة المغناطسية الخائلة على الجذب وعلى المصداقية نعيط معاها وندحك معاها ونحب معاها ونعيش احلى وقتنا معاها هي حبيبتنا كلنا يسرة اولا انت عارف الموزيعين انواع في الموزيع المحب اللي هو حابب ضيفه وفي الموزيع الكاره اللي مش طايق ضيفه وفي الموزيع الحاسد اللي مستكتر على ضيفه وفي الموزيع المتعالي اللي هو رأيه انه بس حصل غلط يعني ضيفه بقى هنا وانا بقيت هنا ومفروض كان يكون حاجة تانية ما انتش كل دول انت همار زي ما انت واحلى ما فيك انك انت انسان صادق مع نفسك وبس بيبان عليك حتى لما منكنش حابب حد تلاقي روحك كده جاف كده معاه بشكل او باخر فما بتعرفش تجامل اذا اختارتي دور الموزيع المحب اللي اني بالنسبة لك هكذا بالفعل وانا بحب الحب ده مش هعرف بقى حاجة تاني بس يعني بين شوية وشوية اسمحيلي اطلع على موزيع من اللي قلتهم حاطر ابقى مرة على كل واحد كده سؤال ولا حاطر قوليني بقى هل حصل تصحيح للمسار يعني هل يسرى سيفا ضلت الطريق حينما جاءت في البداية مقدمة في على الناصية باعتبارها المطربة سيفين ولا هي ضلت الطريق لما تقدمت كسيفين ولا ضلت الطريق لما اتفتح لها الباب الملكي للعبور الى عالم الشهرة والنجومية عن طريق السينما طبعا انا طبعا ابتديت زي ما انت عارف مع استاذ عمر بطيشة فعل الناصية وكان بيسألني سؤال بيقولي تعرفي تمثلي يعني او تغني قلت وده انا امثل وارقص وغني يعني اول كلمة قلتها من غير ما اعرف انا ممكن اعملي قال لي طب اما ان انا مش هقدر نشوفك بتمثلي ولا ترقصي طب غني فراحت بغني فجات كده ولما استاذ مقمون الشناوي اسمعني في الازعاء وهو اللي قدمني او هو اللي خلي الاستاذ عبد الحليم ناصر يتصل بي قال له انت كنت عايز تعمل فيلم غنائي طيب ما فيه بنت كده صوتها مش بطال يعني يجي منه وبعدين شوفها يمكن تطلع كويسة في التمثيل فالحدودة جات كده يعني الاول اللي كانت بناغي يعني انا عايز امثل والسلام او اغني والسلام او يعني اعمل اي حاجة فنية والسلامة رحت دخلة بقى مجل التمثيل ومغنيتش حتى في الفيلم ده اه كمان خلو حد تاني انا بعد باري موزيع لازم اقاطع طبعا او ارجوك اقاطع ما غنيتيش ليه يعني ما اقولك ايه ما كنتش نفع ساعتها غني اصلا انا مش مطربة ما انت عارف اه لا لا انا من عارف لا مش عارف انا هنا مش حابق اموزيع وحابق عمار الشرعي الموسيقي يعني اقولك لا طبعا انت عارفها وانا بعدتلك رسالة شاجب وتأييد في نفس الوقت حصل اقول فيها اقول فيها نحن نوافق ونرفض يعني انا مش عايزين نتحرم من يسرى الممثلة الكبيرة وفي نفس الوقت عايزين يسرى المطربة وكنت اول واحد فعلا ايد وعلى فكرة لليتهب الليل اجريت اتصال بالاستاذ عمر بطيشة قبل اللجنة وقلت له من فضلك بلغ يوصنا تأييدي مفيش شاجب طبعا بيهزارة يعني قال لي قال لي والله قال لي ما تتصورش فرحتي قد ايه انك انت كنت مساندني رغم عدم وجودك لانا كنت مسافر كنت مسافر فيها اه وامتحنوني واقعدت معاهم كان شعورك ايه بقى لحظتها وغنيتي ايه هناك كنت عاملة زي التلميذة التلميذة اللي كانت بتتراعش انها ممكن تسقط في امتحان بجد واقعدت اغني لهم شوية حاجات من اللي انا يعني كنت مسجلها ومغنيها قبل كده وبعدين قلت لهم انها بيدخلوني اخر واحدة خالص علشان انا ايه عايز اسمع الناس اللي قابليه عشان اتطم طب لو تصورنا ان احنا في اللجنة والسادة المشاهدين هم اعضاها دي خبر ايه رايك تسمعيهم ايه يعني تقولي لهم تمتحني قدامهم تقولي ايه مش عارف هتصور انت بدين انا نقصة متحان ما عدينا ربنا يخليك طب انت قلت ايه قدام اللجنة اللي بجد اه غنيت حب وغنيت جات الحرارة وغنيت اه والله جات الحرارة دي جنوة جميلة خبر طب ما تقولي انها حقار انت عتقولي وما اقولك ايه مقدرش مجرؤش جات الحرارة فقلو بالعزرة البيض الامرة دبلو متجرة قالو تاتا يختي جات الحرارة في الخط المقسم الريق المس يمسم تتحقلو يدبسم يختي تاتا قالو 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 اوه يا اختي جات الحرارة يا اخواتنا قدولهم رح يعملوا ايه 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 طب سيبا معدة البرنامج ده صحفية وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم انت عرفت امين امين هم موجودين في الدنيا وبنحبهم وبنتعايش معاهم طب 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 والذور امين بس اسألك سؤال امين بس اسألك سؤال ايه 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 إذا كان ده يعني يبقى صح أني أقولها ولا ما أقولهاش بس أنا نحست يعني مثلا أنا قالولي أن في حد شتمني جدا 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 وأنا ما قريتش النقط أنا يمكن أقرأه بعد فترة أنا بقص اللي بيتقال عني وبحطه عندي بس بعد فترة أقرأه واستوعبه إنه ما قرههش ساعاته عشان ما تنرفزش وعشان ما زعلش وبفرح جدا لما بحيث إن النقط خوف علي بجد مش لمجرد نقد أو ممكن يجرحني أصلي فيه فرق بين النقد والتجريح متهيأ لي ولا إيه فلما بتوصل لحطة التجريح ببقى عارفة هو بيجرح لي يعني أنت شايفة إنه فيه شبه بين النقد والملوخية لا الملوخية دي أحلى حكة لا اتنين بيتقلوا بيتين من وجهة نظرك أنا بحب الملوخية البيتة وأنت بحب النقد البيت لا النقد اللي هقولك علشان مش عايز رد فعلي أو مش عايزة أنت بتضحك لي دلوقتي لا عجبتني النقد والملوخية طب لقيت نقد بهدف البناء مرة عليك في حياتي لا كتير كتير وانبسطت منه وحسبت نفسي ورجعت نفسي وفعلا أخدت بالي في حاجات كتيرة فأعمال كتير أنا ليه بسألك لأن دا اللي هميني برضو أن نري الجانب المضيء من الأمر يعني الجزء الحلو من أو المليان من الكوباية يعني هناك فعلا أنه قد طبعا بيفيدونا وبيثروا فكرنا وكل حاجة طبعا لكن فعلا فيه ناس بيجتمونا لمجرد أنه بيجتمونا آه يعني مثلا أنا قالولي أن فيه ناس شككت مثلا يعني اسمح لي أفتح الموضوع ده كل الفنانين قطعوا مهرجان اسكندرية علشان السيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حامل اللي كلنا بنحبها حب عظيم جدا وبنشوفها مثلا أعلى لنا كلنا عشان هي اللي هتتكرم طب إزاي طب إزاي يعني هل دا يعقل من حد ممكن يكتب عن أي فنان بالطريقة دي ما كل حد كان عنده ظروف يعني أنا كان عندي ظروف ما كنتش في مصر مبدأ أي دي حاجة الحاجة التانية واحدة زي إلاي العلوي والدتها كان بتعمل عملية الهام راحت مثلا في الافتتاح صدفة إن كل الناس حصل لهم ظروف في الفترة دي بس دا مش معناها إن احنا بنقاطع سيدة الشاشة العربية لأن دا غير صحيح وأنا بوضحها على الملأ ليه علشان تفهم مني نحنا إن احنا بنحبك جدا بنحترمك جدا وإحنا نجيلك لو في آخر الدنيا بس فعلا كان كل حد فينا كان عنده ظرف عشان نوضح ده عشان اللي بيكتب بقى الكلام اللي هو ملوش لازمة يعرف والله انت سبقتيني يعني أنا كنت كنت حوصل معاك لنفس المنطقة كويس إن انت فتحتيها برضو طب قوي بس أنا كنت حسألك سؤال تاني بس انت جاوبت عليه خلاص يعني كنت حقول لك إيه رأيك في اللي تكتب بخصوص هذا الأمر يعني أساسا إيه إيه فايدة إثارة مثل هذه الزوادع مثل هذا النوع من الزوادعي كان لازم يبقى فيه أي كلام في الموضوع ده هوت حتى بين الصحفيين وبين بعض ها ان سيدة الجيل سيدة فتن حماما حتى لو كانت سيدة سعاد حسني عايشة على قيد الحياة كانت قلت نفس الكلام فيعني هم بيختلفوا في إيه لا وليه ولا دي قالت ولا دي قالت ولا دي عايزة ولا دي عايزة وهذا لا يعني إطلاقا أنه مكانة سيدة سعادة الله رحمه حسنا قليلة طبعا يعني ولا مكانة مدام هند رستم ولا مكانة مدام شدية ولا أي حاجة بالعكس كلنا بنحبهم وبنعشاءهم وليهم في قلوبنا مكانة هم اللي خلولنا وجود النهاردة من خلالهم أنت دايما أو في الفترة الأخيرة على الأقل يعني كنتي وراء الكثير من الأفلام المسيرة للغط أنت مشاخبة بطبيعتك يعني شوية بطبي قصدع يعني ما بحبش أعمل حاجة اللي ما يبقى لهاش رد فعل لازم أعمل حاجة ليها رد فعل طب أعملها ليه هتبقى زي زي أي حد تاني فلازم أبقى مختلفة فحب الحاجة ليها رد فعل أحب الحاجة اللي هي فيها جراءة فيها فيها يا ترى يا هل ترى يا أصدت مش عارفة إيه ولا عمد إيه يعني بتحبي رشة البهارات دي يعني فوق آه طبعا طب ما بتخافيش طبعوز الطبخة لو زادت عن حدها بيقلب ضده بتخافي شوية يعني خلي ما أنا بفارمل في النص يعني أعمل كده هروح مفارمل يعني تبقي شمّة شمّة ريحة المسألة وهي مستوية انت عارف آه في حاجات بتتبقى جويك فتلاقي روحك عندك الإنستنكت اللي بيتقولك إيه لأ أنت صح إحساس الغريزي حدس آه آه عندك إحساس أنك أنت صح آه وعندك إحساس أنك أنت شوية ما أنت شوقف على أرض صلبة فتبقى قلقين فتخفف البهارات شوية يعني عارف تبقى كده بالشكل الغريزي ده يعني أنا لست موزيعا يا أخواتي ولا جاي مرتب حواراتي أنا فتألقتني في وسطيكم بحاوركم وعرف حكويكم كل ما فحده ده في حكاية عملوني موزيع إحنا اللي نعرفك يعني إحنا القريبين منك عارفين إنك كان ممكن بشكل من الأشكال تكوني كوميديانة بجد يعني أنت أولا أنت أنت مني أنمى عزبة جداً ومسلية والواحد صعب قومك ساعات كتير يعني ساعات ممكن ترفعي معنويات اللي حواليك كلهم لكن برغم من كده الظروف خدتلك سكة تانية ما بقتيش الكوميديانة أو يعني لم تكن هذه صفتك الأولى صحيح وبرغم من كده اشتغلتي مع الكوميديانة الأول مصبوب أحد كبار ممثلين أحد علامات هذا الجيل اللي أنا بنتميله مصبوب فنانا الكبير عادل الإمام مصبوب مفكرتيش تتجريله ومفكرتيش تلعبي معه ماتش بوكس يعني يعني عملناها في الأبوكاتو لازم لازم أقولك إن أنا عملتها معاه في الأبوكاتو وطبعاً كنت داخل التجربة بقى وأنا مش فاهمة أي حاجة ولا عارف النتيجة هيبقى شكلها إيه وإزا كنت هنجح فيها ولا مش هنجح لدرجة أن أنا لما كنت حاول أعدل شكلي شوية ألاقي رقفة دميه ييجي يخش ياخدني القودة ويبهدلني يعني يبهدل هدومي ويطلعها لي ويقطع لي مش عارفة إيه ويحطيلي النضارة إزاي ويلغوص وشي بحاجات أقول لي رقفة مش كده برضو يقول لي لأ أنا عايزك تبقي عطية كده فهقول لك حاجة عمري ما حنساها مرة وقف في الشارع بعد ما فيلم الأبوكاتو اتعمل واحد ما عديد كده هو وصحابه بالعربية هل ياسرة عايز أتجوزك يا عطية هو عيكون عملها لا ما عملها الحقش يا إخوانا أولوهم رح يعملوا إيه لما بتعرفي إنك هتمثلي قدام شخص ما يعني مثلا محمود عبد العزيز أحمد زاكي عادل كل الجماعة الأحسن فهمي دول يعني بتستعدي استعداد نفسي يعني بيبقى هل ده بيأثر على على تكوينك أنت على فهمك للدور على لعبك له حتى يعني طبعا كل حد ببقى طلع قدامه مثلا لو أنا مع عادل أو وبيبقى استعدادي بشكل معين أبقى عارفة مثلا تكاتي أنا وعادل لينا لينا لغة خاصة ببعض أنا وأحمد لينا لغة تانية أنا ومحمود لينا لغة تالتة أنا وحسين لينا لغة رابعة فكل واحد بطبيعته وبطريقته وازاي بنتفاهم يعني على حسب شخصية اللي قدامي يعني في ممثل بيديلك وفي ممثل بياخد منك لأ بس يعني كل اللي انت ذكرتهم احنا من الاتنين بنادي بقى عدد بصراحة يعني بس في ناس بقى تانيين مش هذكر لك قسميهم ياخدوا مني أنت صديقة لرجال كافيرين بمعنى الصداقة المجرد الجميل جدا اللي فعلا وجوده نادر جدا وفي نفس الوقت أنت صديقة سيدات كثيرات بنفس هذه النظرة في معنى الصداقة بتلاقي فرق بين صداقة صداقة الرجل التعامل مع الرجل الصديق والتعامل مع السيدة الصديقة أنا يعني أنا هقول لك حاجة أنا برضو صحابي الرجالة بيبقوا مع صحابي قوي وأنا صحابهم مش صحابتهم أنا صحابهم الجدع برضو في حاجات أقولها للرجالة ما أقولهاش لأصحابي الستات لا يمكن أقولها لهم وفي أصحابي الستات أقولها لهم مش ممكن أقولها للرجالة يعني فبلاقي في دقات جدعانة يمكن أتعلمت الجدعانة من علاقتي بالرجالة أصحابي اللي هما الأنتين بتوعي اللي هما لما أجي أكلم حد وأقوله أنا وقع في مشكلة كذا 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 إنت لو إنت ما كاني هتعمل إيه أو مثلا أنا حكمي على الأمور مثلا محمد شبل كان من أعز 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 الله يرحمه أصدقائي لحد النهاردة وحيات ربنا يا عمار أعدي من قدام بيته أبقى أبقى بيوحشني يعني لمجرد أنه بيختر على بالي عايزة أطلبه عايزة أكلمه عايزة لقيه قدامي فده كان من أعز أصحابي طب تعالي نقسم الدنيا يعني لو مشاكل مالية تكلمي رجل ولا ستة لا حكلم رجل لو مشكلة عاطفية تكلمي رجل ولا ستة رجل وست لو مشكلة نفسية تكلمي رجل ولا ستة لو مشكلة نفسية هكلم رجل ما ياخدش أدفانتج أو ما ياخدش ما يستغلهاش لو مشكلة عملية في الشغل تكلمي رجل وستة أكلم كل الناس بقى لشان أجيب من آخر يعني أجيب بقى وفا من كله وانا هابقى موزية نصيب بقى موزية طب ينفع كده طيب وهدية وهدية وانا هابقى موزية نصيب بقى بيضيق غبار الحبر الجاف اللي بيصيروه الإخوة الصحفيين حوالين حياة الفنان الخاصة بتشمين بتبقى مستواحة ولا بيجيب لك أزمة ربوية نا بيجيب لي أزمة ربوية زي ما حيجيلي دروابتي تقريبا انت قصلك بالذات الحقيقة كنت مسيرة حياتك الخاصة يعني مسيرة جدا لغبار التطلع ورغب وحب الاستطلاع يعني انا يمكن الديت كنت مساحة انه أتكلم فيها انا اللي كنت بتكلم في حياتي الخاصة في مساحة محدودة طبعا اتغزل حوالين المساحة دي هات بقى ما في الخمر زي ما بيتقال يعني أو ما ما يمكن أن يقال اه تخنوها اه فراحت قرارة قرار قلتلون بوس يا جماعة مدام مش قادرين تحترموا المساحة المحدودة اللي أنا ادتها فبالتالي أنا مش حكالم عن الحياتي الخاصة خالص طب قد ايه المسافة من وجهة نظرك اللي مفروض تكون بين ايد الجمهور ومنخير الفنان والله ايد الجمهور ومنخير الفنان اه يعني حد فين مسموح له يقرب ايده من وش الفنان لا يعني ما 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 يعني ما يقتحلونيش يعني ادوبك يعرف اسم مراته او اسم جوزه او اسم جوزه او اسم ولاده وهم في مدرسة ايه وصقته ولا نجحه ولا ممكن يعرف اكتش لا يعني يعني انا زي ما زي زي اي انسان عادي انا سادت لاي خصوصياته وعايز الناس تحترمة زي ما انا بحترم خصوصيات الاخرين يعني يعني ما ينفعش ابقى ابقى منخير يدخل اه عمل ده. ما حيبش حد يعمل ده معاهم. انا بس قالك على دل ان ده مجنين نانا شخصية. ايوه. انا راجع كنت عامل عملية القلب ورجع سهلت سبعة وتمانين. والدكتور مجدي عقوب قال لي انت داخل على صيف والسباحة مهمة جدا بالنسبة لك. انا بعقوب كويس. رجعت روحت على مرسة مطروح. مفروض انه البحر فاضي ولطيف مرسة مطروح. وابتديت عقوب باللي شويش باللي شويش. لسه راجع من عملية قلبي اتقطع في اول عشرة متر بعومة مثلا يعني. اه 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 دخلت جوه بنهج. وفعلا تعبان. اه. فواحد من بره لقيت صوت بيقول. يا استاذ عمار. يا استاذ عمار. بيساع بازم ما فيه. انا قلت قرش. فيه اخطبوت. فيه مسيء. ابتدأ قلبي يضرب. ومش عارف الموضوع. اتبلمت في مكاني. كانوا زمان ايام تمارين السباحة قال لك. لو حصل لك اي كرامب نم على ظهرك. اه. نمت على ظهري وسبت نفسي في المية. ومتصور يعني انتظر رحمة الله. حيجي قرش بقى حيجي اخطبوت. حتيجي مركب. حيجي اي حاجة. حيحصل كارسة يعني. السود بيقرب يا استاذ عمار. يا استاذ عمار. واصلي بينهج هو كمان. اه. بس انا. بس انا بك تبقى غاني الحقيقة. وشوفت حضرتك. يا نار ابيض. يا نار ابيض. يا خبر ابيض. حرام عليه. فوقت له تسدق بالله ما كنت حلحة اسمعك. فدي مشكلة. انا فعلا بحيرني هذا السؤال كثير عشان كذا سألته لك. فين المكان اللي. او كيف نضع هذا الحجز الوهمي. البعد الرابع. اذا جازب تعبير. ازاي نستطيع ان نضع ما بين. ما بين حياتنا الخاصة وما بين الجمهور. وخلينا انا بقولش حياتنا. اقول حياة الفنانين الكبار الخاصة. على اعتبار انها الموزيع النهاردة. لا يا حبيبي انت على رأسنا. وعلى اعتبار ان انتو النجوم. انت على رأسنا. ربنا نخليك يا ربنا نخليك. لكن اذا انت رأيك ان هناك مساحة ينبغي انه الفنان هو اللي يوسعها ويضيقها براحته. اه بس بس للأسف ان المساحة دي ما يعني مش كفاية. الفضول عندهم بيزود الغزل اللي حوالين المساحة دي. فانا من رأيي ما يبقاش في مساحة. طب بتزوغل من الشرنقة دي بتحاولي تساعد تضلي ليهم بتعمل. لا لا تعرف انا لا وصلت المرحلة ان انا بقول مش هتكلم في حياتي الخاصة. اه. يعني كده ببقى بيخة ان انا بقولها بس بطر هم اضطروني اني اقولها. الحقيقة عندك حق. يعني يعني برضو هنا الموزيع مفروض يكون حيالي وما يقولش لحد عندك حق. بس انا بقى موزيع على كيف. انت كترخيرك انك معاي. انا حر واقول اللي يجبني. اه عشاني انت فنان اولا وقريب. الحقيقة والله عندك حق. طيب اه. فينك من المسرح في اخير انه هو في مشاريعك ولا ما بقاش? والله يعني انا معروض علي مسرحية في الموسم اللي جاي. ولسه بندرس الموضوع. ولو قلت اه طبعا اول من هيعرف انت. لانك يعني عارف الحكاية. لكن مش عارف. لا انا بحملك رغبات الكثيرين الحقيقة. يعني انت لازم برضو تكون موجودة على المسرح. اه. انا نفسي اعمل حاجة على المسرح. بس يعني عايزة اعمل حاجة تبقى تبقى حقيقي حاجة حلوة. زي يعني زي ما انا بتمنى اقدم حاجة حلوة على المسرح. قدم احلامي بتجبر معايا. طب لما بتكون علاقتك كبيرة بحد زي ما حكيتي عن الناس دريدي مسلا. اه. وهذا الحد هيشتغلك منتج مسلا. يعني تتعرض مصالحكم المالية على الاقل وقتيا يعني. بيتحصل مشاكل من وراء الحكاية دي يعني. اه. ولا بتعدي على خير. لا بتعدي على خير. يعني. يعني. يعني فيلم دانتلا مثلا. فيلم دانتلا. بتعلي اي ناس دمعت علشان. قلتلك الحمد اللي حبطل صرف. وهي. يعني ما زدقت خلصت مننا. لكن. لازم كنت تشوفها. جالنا كريزة الدحك مرة في مشهد. وفعلا كنا نخش ومشهد طويل جدا. وكريزة الدحك دي. انا وإلهام ومحمود. بس كان احنا التلاتة. مش هزار. عيدنا معرفش كم مرة. وبعدين فجأة لقيت اي ناس دي. بس با. ده في المخام. طب عندي فلوس يا حرام. فراحت مزعقة فينا حتة زعيق. وبعدين ايه. كلنا بقى ايه. عايزين نبقى مسكين روحنا. واحنا داخلين. طب بستسبينا شوية كده بس. نخلص الدحك اللي عندنا. تيجي عند اللوكيشن نفسه. ونسخسخ من الدحك. والدحكي يجي. بس يعني بهدلتنا حب تاني يعني. ما بتزعليش في الحالات دي. لو كان المنتج صديق يعني. لا ساحبتي بقى. بتزعليش. لا بخدها هزار. يعني لو ضعائتي خدت مطاعد شوية. لا بخدها هزار. لا مش بس الاناس على فكرة. انا اسود ده ممكن يكون موقف مكرر مع اصدقاء كثيرين. لا لا لا. يعني بس اما انا بشوف بدرخان بيتعصى بشوف يوسف شاهين بيتزربن علينا كلنا. لا لا. بقى انا عارفة ان هو بيعملها علشان يعمل كنترول وده حقه. يعني هو القائد الاول للعمل يعني. طب بتكشي في جلدك ساعتها اول نص نص. يا ما كنت ببقى متعودة بقى عليهم ببقى عارفة الحدودة. ولقيتني بزيه. وهزيه وهزيه. وانا هبقى موزيه. راح يبقى موزيه. اسألك انا بقى سؤال. تفضلي. ولا ايه? تفضلي. طيب. انت عمرك ما كنت بتخاف خالص في حياتك. بعد مراد باشا ما وصل. بقيت تخاف. ليه? لا مش بقيت خيب بقيت جبان. يعني مردتش اقولها. ده انا مردتش اقولها. لا لا ده انا بقيت جبان جدا. ايه بقى ليه? وبقيت بزعل. يعني. او الله العظيم. وبقيت بزعل يعني لما لما تجيني ازمة قلبية مسلا بزعل. واقول يو مش هنلحق ولا ايه في ايه. او الله حقيقة. انا عمري انا يمكن زي ما انت عارفة من زمان. انا فعلا ما كنتش بني قدم خواف بطبيعتي خالص. 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 لكن اطفالنا مجبنة. هم فعلا. هو هو مش مش جبن لاني اه 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 كلها بنخاف الموت. مفيش كلام. لكن اه اه ما هوش هزا النوع من الخوف. هو هو خوفي اني ملحقش ربيه. يعني هي دي هي ده. هو ده الجبن اللي في الحدسة كلها. حبيبي ربنا عديك العمر وسحة. ربنا تخليك. ويخليهولك وهتفرح بيه وحننجبر ونعنز ونتركب. وعشان كده الساحات كتير بقعدوا تحت الدش بتاعي. يعني عارف ازاي من نازل امطر عليه حاجات. بقدر الامكان يلحق اللي يلحقه بقى وما يلحقش اللي ما يلحقوش. لا هيلحقه. هتشوفه هتفرح بيه. يا رب يخليك. ان شاء الله ان شاء الله. طب عمار نفسي بقى اسمع صوتك. مش خليتني غني? اه والله. لو انتي ما كسفتنيش وطلقتي جدعة. انا كنت خايف من الحكاية دي. والنبي عايزين نسمع صوتك. ازا سمعت. طيب انا لا اقول لك حاجة. هقول لك غنوة انا من ساعة ما عملتها وهي الغنوة الاقرب لنفسي واكتر غنوة بتزن في وجداني دايما يعني اقول. ولو اني مش عارف غنيها بحلاوة صاحبتها لكن يعني هقول. اوك. عربية يا ارض فلسطين. قدس ومهد وعهد ودين. عربية يا ارض فلسطين. قدس ومهد وعهد ودين. عربية يا ارض فلسطين. قدس ومهد وعهد ودين. انجيل. قرآن. وقرص واداة. الله عليك. الله عليك يا جميل يا رائع انت. الله عليك. ربنا يخليك لمصر كلها. انت يبتديني الفرصة الجميلة. هنالتقي بالمشاهدين معاكي في معايتك. في معاية الجميلة. الفاتنة المتقلقة دائما يسرى. بشكرها. وبشكركم على افساح صدركم. مش ليها طبعا صدركم دايما متسع لها. افساح صدركم لي انا. وشعر ببنانجة هيتزاع بالليل ولا بالنهار. لكن شاكلوا بالليل. تصبحوا على خير. مالك كده خايف متل اغبط ليه. مالك كده خايفة متل اغبطة ليه. يا اخوانا انتدب lockiesta Relax. يعني كده who you are. مالك كده خايفة المانا المستح لحقي اماع على اليار. مالك كده خايفدة انتوا الأماع بصندح معاك رح يبقى موزيف what to be about, غير الوطن. الاس seedart. والفتوص هاتhovah and lord we call you turned it over and away. أنا أنا اول مرة رح بقى موزيف اللح كادهyn. انا لست موزيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي انا فجأة لقتني في وسطيكم بحاوركم وعرف حكويكم كل ما فحدودة في حكاية عملوني موزيع كل اول مرة رح يبقى موزيعا والاخر مرة حتقول وتزيعا انا انا اول مرة رح حبقى موزيعا وانا اخر مرة رح اقول وحديا انا حسب اني بجو جديد بدلك لك مرة ومرة بعيد بس انا صحبتك وعرف اني فهمك وانتم فهمني داير واسكون سري تو وان يلا نصوت والإذن بذيه وهدية وهدية وانا هابقى موزيعا رح يبقى موزيعا طب ينفع كده طيب وهدية وهدية انا نهابقى موزيعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر